قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع في حرم جامعة نورث كارولاينا في شارلوت بحسب ما أفادت أجهزة الإسعاف في المدينة الواقعة الشرقية الولايات المتحدة وقالت أجهزة الإسعاف إن اثنين من الجرحى حياتهم في خطر من جهتها أعلنت شرطة شارلوت أنها سيطرت على الوضع واعتقلت مشتبها به مطمئنة إلى أن المكان آمن وأنها بصدد تمشيط مباني الحرم الجامعية أما مكتب إدارة الطوارئ التابعي للجامعة فأعلن من جهته أن الطوق الأمني ما زال مفروضا حول الحرم الجامعي ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة